من ناحية أخرى أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال اجتماعه مع محافظ سهاك تارق الفقي ومحافظ قنع أشرف الدوادي ووفد من البنك الدولي برئاسة ماريناويس المديرة القطرية لمصر واليمن واجبوتي بالبنك أكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد أسهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة أكثر من خمسة ونصف مليون مواطن في محافظتي سهاج وقنع وأكثر من مائة ألف من مؤسسات أصحاب الأعمال فضلا عن توفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية تكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بنحو 16.3 مليار جنيه